هنروح للرماية والحقيقة الرماية بتأمل شغل كويس جداً احنا عندنا اتنين محلبة الحقيقة بلعبوا في بطولات العالم دايماً خدنا مدليتين في نهاية كأس العالم للرماية بقطر طبعاً عندنا عزم محلبة لعبنا الكبير لتأهل الأولمبيات وده بعد فوزه بالذهبية في أحد بطولات العالم ولكن الجديد بقى انه عبدالعزيز محلبة ابن عمه فاز بمدليا دهب طب المدليتين ايه دهب وفضة من اللي فاز بالذهب عبدالعزيز محلبة والفضية كانت من نصيب عزمي محلبة دول طبعاً ولاد العام محلبة لو شفنا عزمي محلبة هنلاقيه حقق المدالية الفضية في منافسات السكايت وده بعد ماجه بعد لعب دينمارك لحقق الدهب أما المدالية البرونزية فكانت من نصيب لعب إيطاليا عزمي محلبة كانت أهل النهائي زي ما قلت لحضراتكم بعد احتلال وصدارة التصنيف برصيد 123 طبق من أصل 125 طربة كانوا أهدافه أما لو رحنا لعبدالعزيز محلبة فحقق الدهب في منافسات التراب وده بعد منافسة قوية جداً عبدالعزيز كانت أهل النهائي بعد مجاه في المركز الرابع بالتصفيد برصيد 125 طبق من أصل 125 عشان يضيف المدالية التانية لمصر في البطولة بس هل المدالية دي كفيرة لعبدالعزيز تأهل أولمبياد توكيو والأولمبياد أناس باريس لا لسه محتاج يجمع رانك أو درجات أعلى كل التوفيق طبعاً للرماية احنا الحقيقة بنحاول نجيب أبطالنا دول معانا ونفضل وراهم لغات ما ينورونا في استوديو عشان نوريكوا أدي الرماية المصرية محققة يعني شغل كويس عن طريق اللاعبين دول سواء عبدالعزيز محلبة أو يعني عزمي محلبة